بسم الله الرحمن الرحيم الناقض الرابع من نواكد الوضوء مس ذكر آدمي أو قبل من امرأة وهذا الناقض له قيود القيد الأول قوله مس الذكر هنا أن يكون الذكر متسلا بحي أو ميت فلو كان ذكر الآدم مقطوعا أو منفصلا فإنه لا ينقض الوضوء القيد الثاني أن يكون من آدمي خرج بذلك ما لو كان من حيوان أن يكون المس بدون حائل فإذا كان بحائل لا ينقض الوضوء أيضا أن يكون المس بالكف خرج ما لو كان بغير الكف وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذا الناقض هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء اختلفوا إلى ثلاث أقوال القول الأول أنه ناقض للوضوء لحديث ذسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى وحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء ويقاس القبل من المرأة على الذكر من الآدمي من الرجل والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المستذكره في الصلاة عليه وضوء فقال لا إنما هو بضعة منك وقالوا حديث بسر بن صفوان وحديث أبي هريرة السابقان حديثان ضعيفان القول الثالث فرقوا بين أن يكون المس بشهوة أو بدون شهوة فإن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء وهذا القول جمع بين أدلة القولين فالقول الأول أنه ناقض قالوا إذا كان بشهوة والقول الثاني أنه لا ينقض قالوا إذا كان بغير شهوة أما إذا كان بشهوة فإنه ينقض على هذا القول الثالث الناقض الخامس من نواقض الوضوء مس الرجل امرأة بشهوة المراد بالمرأة البالغة أو من يؤطى مثلها وهذا الناقض فيه مسائل ذكرها الفقهاء أنها لا تنقض الوضوء كالذي يمس أو يمس شعر أو يمس الأمرد أو الذي يمس مع حائل فإن هذه لا تنقض الوضوء وكذلك الملموس بدنه الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه فلو أن امرأة مسها رجل بشهوة فلا ينتقض وضوءه وأما اللامس وهو الرجل إذا مس امرأة بشهوة فهل ينتقض وضوءه؟ طبعا الفقهاء لهم ثلاث أقوال القول الأول أنه ينقض مطلقا إذا مس الرجل المرأة فإنه ينتقض الوضوء مطلقا سواء كان بالشهوة أو بدون الشهوة وربما يستدل لهم أو لهذا القول بقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة مدام لم يخرج من الإنسان شيء فإنه لا ينتقض وضوءه والقول الثالث قالوا إذا مس المرأة بشهوة انتقض الوضوء إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه وإن مسها بدون شهوة لم ينتقض وضوءه واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت عائشة تمد رجليها بين يديه فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها فلو كان مجرد اللمس نعقض للوضوء لنتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وبين ذلك لأمته لكن مدام أنه مسها بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة دقيق في ترجحاته وفي أقواله ويعني كتاب قيم أرجو أن يراجع وأن يدرس وأن يعتمد عليه في كثير من المسائل الدقيقة الفقهية وهو شرح زاد المستقنع وسمى الممتع في شرح زاد المستقنع وهو كتاب قيم قال ابن عثيمين رحمه الله الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا هو القول الذي يتمشى مع أن الدين دين لا تنطع فيه ولا تشدد فيه ولا يخل الإنسان أن يمس المرأة فإذا قلنا بذلك أنه من مس المرأة فعليه أن يتوضى لكان في ذلك مشقة فقال رحمه الله الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا والمرأة والمراد بقوله أو لمستم النساء المراد هو الجماع وليس مجرد اللمس والله أعلم